الصناعة في المغرب باتت ساحة للمنافسة العالمية وسوقاً مستقطباً للمشاريع الاقتصادية ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية عززتها البنية التحديث الصناعي المهيئة لإنجاز صناعات مختلفة بأيد عاملة محلية لتثبيت جدارة علامتها صنعة في المغرب فبخطاً ثابتاً ورغم تحديات كورونا يسير خامس أكبر اقتصاد بالقارة السمراء نحو تمكين قطاع الصناعة وتوفير الدعم اللازم من تدليل للعقبات ودعم للقطاع الخاص وتسريع للتنمية الصناعية التي ستعزز سيولة النقد الأجنبي في البلاد وتقلص الاستيراد كما ستدعم المنتجات المحلية للتصدير وتسهم في توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين ولتحقيق ذلك بدأ المغرب خطة التسريع الصناعي 2021-2023 التي تستهدف تعويض ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار من الواردات لتنفيذ خطط إنعاش لتجاوز الأزمة النتجة عن كورونا خاصة مع تصدر المغرب الدول الإفريقية والمركز السابع عشر عالمياً من حيث الظروف الملائمة لمزاولة الأعمال فالمغرب الذي أثبت جدرته في قطاع صناعة السيارات تمكن مؤخراً أيضاً من الالتحاق بنادي الدول المصنعة للطائرات الخاصة وتعزيز دوره في هذه الصناعة عبر إبرام شراكات وتحالفات إذ تتوجه شركات أجنبية كبيلاتوس السويسرية لإنشاء مصنع لها بالمملكة المغربية للتجميع الكامل لهياكل طائراتها حيث يتمتع المغرب بمقومات داعمة لصناعة الطيران كالتحفيزات الضرائبية واليد العامل الأقل تكلفة مقارنة بدول أخرى والسوق الأقرب إلى أوروبا وأمريكا